وضعك في السورة غايتنا وضعك في السورة غايتنا وضعك في السورة غايتنا تخيلها صحبي ماذا معنا في غزة فرحانين معنا وعايشين معنا الأجواء واحدنا جوج الناس الذين كنا نقولون ما عمرهم ستتوحدهم وراء ما كيش اللي مبارك لنا والشيعة والسنة والليهود خربقنا البراميط الله يعز المغاربة والله ينصرهم والله يجعلهم دائما لفوق لفوق هذا الفيديو بورشني صراحة تشوف جوج الناس الذين مستحيل يطلقوا وعايشين في نفس اللحظة وفرحانين في نفس اللحظة بسبب المملكة المغربية الآن سوف يسمعوا ما قال الحرباء بعد الفوز التاريخي للمنشخاب المغربي الذي سيؤكد بأنه من 2013 لم يتفرج في مباراة وعايشها بالأعصاب لا تنسوا اللايك خليونا الرأيي يكون في التعليقات الناس اللي مازلوا ما يشتركوا يشتركوا يفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ينا دائما السادس من ديسمبر عشرين اتنين وعشرين ليلة للتاريخ الى كل المغاربة الى المنتخب المغربي الله يعزكم زي ما افرحتم قلوب انهكها الألم الله يعزكم ويسعدكم كما اسعدتم امة منهكة ورسمتم على شفاهها فرحة نسيتها كثيرا لاول مرة بتابع الدقائق الاخيرة من مباراة منذ انقلاب 2013 وضربات الجزاء المغربي الله يعزكم المغرب على موعد مع التاريخ المغرب بين الثمانية الكبار المغرب اول منتخب منتخب عربي في دور الثمانية في تاريخ كأس العالم علاقتنا بالالعاب الجماعية ليست على ما يرام عن العرب اتحدث المغرب اول منتخب عربي بين الثمانية الكبار في كأس العالم المغرب كما كانت اول منتخب عربي يتأهل لدور الستاشر في تاريخ المنتخبات العربية ايضا المغرب وفي قطر وش السعد بترسم البسمة على شفاه مئات الملايين على ام من المحيط الى الخليج لا تستطيع هذه الليلة ان تفرق بين المغربي والجزائري والتونسي والموريتاني والصومالي والمصري والاردني والسعودي والاماراتي والكويتي والقطري كلهم عرب كلهم صرخوا الله اكبر مع هذا الانتصار الفابروك للمغرب هذه الليلة التاريخية الله يعزكم ويفرحكم كما فرحتم هذه الامة ورسمتم تلك الفرح والله ما شفت دقائق من مباراة بقولك من سنة 2018 الا اليوم شوف لما يكون النجاح والاسرار والرجولة تجبرك انك تقف احتراما هكذا كان المنتخب المغربي اليوم تهنئة خالصة من القلب تهنئة خالصة من القلب لاشقاءنا المغربة ولكل الامة من المحيط الى الخليج والفوز على مين؟ على اسبانيا الخصم اللي دهود للمغرب بضربات الترجيح وحارس ادى مباراة اكثر من رائعة ما ادروش يجيبوا جون جونو نجح في التصدي لضربات الجزائق اللي اتشاطت عليه كلها في مشهد ستنائي الليلة الستنائية بكل تأكيد الاحتفالات مش بس في المغرب في كل الوطن العربي في كل الدول الاوروبية تقريبا المغربة منتشرين في كل مكان الدول الاوروبية اللي فيها جالية مغربية كبيرة ما بقيتش تعرف هذه اللقطات تأتي من امة عربية ام من كافة انحاء العالم الف مبروك للمغربة هذه الليلة العربية الخالصة بسمة وسط بحار من الالم موسيقى 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 في لحظات هذا المنتخب البطل نسانا الالم والدموع وخيبات الامل في لحظة هذا المنتخب الذي لم يخسر كمان هو اول منتخب يصل افريقي يصل لدور التمانية من غير اي خسارة في مبارياته السابقة المغرب النهاردة تثبت اننا قادرون ربنا يوفقهم لقطات الفرحة والسعادة والاحتفالات والاهزيج والغناء تأتي من كل مكان من كل حدب وصوب فلسطين 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 اللي الجماهير المغربية لم تنساها لا اوقات القحت ولا اوقات النصر فلسطين التي كانت حاضرة في ادهان المغاربة على وجه التحديد زي اشقاءهم الجزائريين في كل مناسبة فلسطين التي لم ينساها المغاربة في في لحظات يعني تذهب بالعقول لكن بقيت فلسطين واعلام فلسطين والدعاء والغناء لفلسطين عنوان رئيس في مشوار هذا المنتخب الكبير واللي منتمنى من كل قلوبنا ان يكمل المشوار وهو باذن ربك قادر على هذا الاحتفالات كانت في فلسطين ايضا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة